احنا بص نوقف الشغل لغاية كده ونفضها سيرة. اول ما الفلوس تجهز ساعة زمن هروح اجيبه ونيجي نشتغل على طول. فيها اقطع درع الارض دي فيها. ترجمة نانسي قنقر انت مز Tabitha. فلوسي كلها هو. انت براحتك. ايه ده كله ده تعوشت العمر بتاعت امي انا عمل حسابك بعد ما انخلص العملاء ديها ان انا رجعهم لها تاني لحس انتموت فيها ايه ده الفلوس دي كلها قديمة يا عبدالله قديمة ازاي؟ هاي هاري سويت هيوا بس اه 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 يا عمي بقولك فلوس قديمة هيك بص كويس بس بس بص 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 عمي الحاجة فيه 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 فلوس جديدة ايه ايه؟ جديدة؟ ايوه ايوه الجديد على القديم ما هتلاقوش كلهم الف جنيه هنعمل بهم ايه؟ فلوس قديمة طب بقولك ايه اعمل حاجة احنا ما ينفعش نغيرهم نغير ايه بقولك فلوس اتلقت اللي حكومة لغيتها يا عبدالله حكومة لغيتها طب هم هتعمل ايه؟ هتنجم انت وانت ايه؟ هتحجز ايه؟ هتحجز ايه يا عمي لنبي يا خمسات ما اسمعت على جوزك وانا عايزة جيلة بس كنت عينا بقى اعمل ايه؟ اول ما بقيت كويسة قلت لا ده بلازم انزلك تسلم رجلك يا حاك صدقين زيارتك عندي دي بالدنيا بس تعبت مكسك ليه؟ كنا احنا جينا لحبه عندي يا حبيبتي ما تقوليش كده مال ده انت جوز ده يستهل كل خير يلا روحيلوا بقى يلا يلا معا السلامة اعمل يقولهم ايه اتحكي ازاي اتروه فيه وقت يجي منيه اعمل ايه اعمل ايه اتحكي له فلوسة دي بقى هم معا فلوسة دي بقى اعمل ايه ايه تضحكي علي ايه موكوسينك ياوه دي مش تنازل تحت عن دمرتك نيم طلعت ان اما عندي هنا يو مالك يا وان انت بتعيت ولا ايه اه نمسك ايه مالك يا حبيبي بتعيت ليه بسم الله عليك بسم الله عليك يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله لا بالله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم من كل عين راتك ولا صلتش على النبي مالك يا حبيبي مالك يا خرب بيتك يا ودلك كل زاقلت مننا والنبي ده انا بحك معاك بحك معاك يا عبد الله والنبي بص حبيبي بص بص قللي مالك يا حبيبي بحتاج فلوس مالك عيط ليه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه طب ما تقول لو محتاج حدا انا اضغي لك يمغان Sloot تحيت حكتاني ياود انت تديني ياود حاتتتتديني sca exploit مالك يا واد إيه اللي جراله بسم الله الرحمن الرحيم بس 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 قولي إيه ده كده وقولي مالك فيه إيه مفيش يا الله مفيش ها أنا بس خايف خايف من إيه؟ خايف أجيب حد تعال يومها أعرفش أنا بقي في الدين اللي أحنا هشوف ياري يا نهارك يا سويد يا نهارك يا سويد طب بس انتهت العيل ده اللي عامل فيك كده وإنه بنت عبيت يا أما أنا منطلع بالنار رايح يا رايح يا عشان أرايح نفسه أرايح صباح ومالبه لو جبت حد تعالي أعمل يا أما أعمل إيه؟ يا أبني رزقه موجود ربنا شايله رزقه بس انتهاته وربيه على الدين ربيه على الحلال سامعني يا حبيبي؟ سامعك أكسر سامعك بس يلا حبيبي يلا يلا اتكل على الله وصلي على النبي كده على الصوت يا سلام يا مرح يلا على مهلك يا حبيبي على مهلك على مهلك ربنا يكفيك شر بطريقك ربنا يوفقك ربنا يوقف لك أولاد الحلال يا بني يا حبيبي يا رب سامعي يا عمل عملت يا صبا أعمل عمل ربنا يعمل ايه يا اختي? ايه اللي حاسم؟ قالوا لازم وفقت وزارة الصحة يا امه ونكبت لأطباء يا ظلجاني لازم يا امه لازم هنعمل ايه؟ انتي حبت عيني هتفضل كل يوم كده في الشوارع ما صبحت ربنا ولفاندي اختي بتاعك مش قادر يودك ويجيبك في المشاوير دي مقدرش اخصيبه يا امه هو عارف ان انا بروح المشتشفى كل يوم بس التكسب يتصلح اديره جمه برضو كنتش عايز حكاية التبرع دي خيف عليك يا صباح ملكش دعوة بحاجة انت يا امه انا ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيقدرني وهيخلص الوضع بصي يا امه احنا بس نغسل في معادنا على ما ربنا يكرم اختي الشر لا يكرمني بقى اغوزني يا ريب انا جاهزة هوا اتشرع عليك يا امه ايش عاوزني بس عنا ما يطلبني هعمل ايه انا في ايدي حاجة ومي الدنايا ومي سخاني لقوة ومقولي اذا انت تلاقيك على اللحنة واتنجم الصبح انا ماريش نفس اه بس انت وشك بطاقة. الناس بتقرأ تشتري وانت موجود. اشتري انا. هاتيلي زيب ديك كالب. ويبعدين هاستت بنقص حد يشتري منك الشوال اللي احنا عاديين مع بعض. انت معندكش كلان النهاردة. خلاص للمتحنا تقربت وانا عندي اجازة. اشتحتي. طب اشرب الشيال احسن يبرد. انا والله ما عارف ايه الجواز اللي معقى في التنفيذ ده. انا مش الجواز ما عارفي ما تيجي نشوف لنا شقة كده ونتلمي فيها انا وانت. ده انا ممكن اخد امك واخواتك وتخلعي من الحرة دي. وانا ما رفضتش. بس الجواز عارفي. في الضلمة يعني. وانا ما عنديش حاجة خبيها. من الاخر كده انت اللي مستعر مني. الله. ايه الكلام ده يا مونة. خلاص. ايبقوا في وسط الحرة. اقول انا عايزة تجوز مونة بنت زيزة. انت عارف اللي انا ما اقدرش اعمل كده دلوقتي. اما رح تعملها امتى? لما تركب الدبورة. اما اللي وافقتلي انك تبع عارف ليه? باردلك جميل. انت بتستعبطي? في واحدة بتتجوز واحدة عشان تردله جميله. ده انا بقول عليك بنت مفتاحة. وانا ما تأخرتش. ده يبقى يوم المونة لما تطلب تتجوز. بس حتى كتب القانون اللي انت عملت زكيرها دي. بتقولك ان الجواز اشهار. يا كنت بتحكي علي. بتنيمين. يا صلاح افهمني. صلاح باشا يا مونة. يا صلاح. اتعفرتت دلوقتي علي لما قلت لك يا صلاح. يا اخوة ده انت اللي عدت تتحال علي اقول لك صلاح حامل. من الاخر كده. في فرق بيننا. يما انت تنزل لي يما انا اطلع لك. وانا مش هينفع اطلعها. يبقى انت اللي تنزل. براحتك يا مونة. على فان يا باشا. في اي بنتي. حصل ايه. عايز كل حاجة ببلاش. خيرجع وحيروخ فان يعني. ايه. ما لك يا جميل. هتعمليلي فيها عيانة ولا ايه. اللي بترد على تليفونات ولا بتروح القهوة. ايه في ايه. ماي وحشاني قوي. حاسة كأن بنتي رحت مني. مش عارفة عامل ايه. بصراحة انا حاولت اكلم من الراجل اللي اتبنها ده. مش مديني فرصة اتهمه اي حاجة. ولا طايق اي حد يشوف مي. هو عنده حق. عنده حق. ده راجل ما بيحسش. ولا عنده اي نوع من انواع المشاعر. ازاي يحرمها مني. وهو عارف انها محتاجاني. يا ليلى. احنا هنحاسبه على حاسيس ومشاعره ولا ايه. ما انخد بالك. ده قال لي كلام يحرجني جدا. قالك ايه. قال لي ما كانت قدامها من تسع سنين. ما اخدتهاش ليه وتبنتها. اه. عشان كده بقى بتقول عنده حق. لا انا مقصودش يا ليلى. بس طبعا مش ممكن هقعد اقوله بقى موضوع الحارة. وليه ما تبنتهاش. والكلام ده كله. نفسي شوفها مر. ويخدها تاني. انا حاول الاقيك حال يا ليلى. بس عاوزك بقى كده تقوم تفرفيشين. تروعي. تحكي زي زمان. يلا. وملبسي بقى عشان ننزل. انا عايز اعرف. انت ازاي جات لك الجرقة تيجي الحارة وتطلع لحد هين. احنا كده يطارق قاعدين لوحدين. نعم. لوحدنا. ايه احنا قاعدين في الصحراء ولا ايه. طب انا عايز اتخين بس في الحارة. يطلع يقول لي اللي طلعك لوحدة في الحارة. انا كنت كبرتها وعملتها مشكلة. تعارفة ليه. عشان يكبرني. واتجوزك يا جميل. ايوه اتحكي كده. شوف الدحكة بتبقى حلوة ازاي. يلا. وملبسي بقى وهزباك علا. ميشي. كل سنة وانت طيب يا ساعة البيت. كل سنة وانت طيب بقى انفعني انا بعندي سكت عيال. كل سنة وانت طيب. خد يا ست. ايه ده جنيه? خليهولك الله الغاني. الله 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 الله. ليكو حق ما انتوش بعتو. الولاي مش عجبها الجنيه زيدي. الدوني رايحة على فين يا ناس. وانت بصحة والسلامة زيدي. سلاموا عليك. رسانة وانت طيبين. عايل بقى عايل بقى. عايل بقى. احنا نفعوني. ربنا اكرم. ده هتاخد منه حباية قبل الاكل. اما ده بقى هتاخد منه معلقة قبل النوم. واللي قبل النوم ده مش ممكن اقضى الصفح. بصحة ده. قلت هتفاصله. ما قالك حباية قبل الاكل. ومعلاقه قبل النوم. ايه هي افصل. طماطم ايا. يا دكتور قبل النوم مش هفتكر اخده. لما تكح يا حبيبي تقطع قلبك. وتشوق صدرك كده هتفتكر تاخده. ادي له دوان. خمسة وعشرين. شكرا. طب. روح انت يا تامر. نهد لوحدها في البيت. وما تنساش تاخد لها غدا معاك. طب انا شايف يا بابا يعني ان حضرتك لو روحت واتغديت معاها هيكون احسن. ما اشتكيت لك كل حاجة? لا طبعا يا بابا. بس انا شايف يعني ان حضرتك بقى لك فترة بتروح ترام على طول. يعني ما بقيتش تخرجه زي الاول. وقفت الاجزخانة على رجليه ليل ونهار تهد الحيل. كمع ليدك. وعليكم سلام. سلام يا رجل. يا بابا يا دكتور ادعو دك. مرتلك ليت مرة مش عندي. طب يا دكتور انا باسأل امكان ديه. طيب مفيش اي فوار للدماغ مسكنات. اي حاجة تشد العصاب مش لازم ده كح. وريني. اجري هاتوا باجزخانة تانية اجري. امشي. يعني انت ركباري كده. ايه. خد بلك الوقت ده تجر حشيش. ليه يطلب منك حاجة كده ولا كده. بتتدلوش. لا ما عارف يا بابا عارف. بابا. امشي انا بقى علشان خاطر اه. منتخارش بقى تعيبتا انا سلام عليكم. طب يا بابا لو حضرتك تعبان خضر عربية واروح انا بتاكسي. لا 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 انا عايز اتمشى كده ماشر بلاي شوية. يلا. سلام وعبير. الليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمر بلما علي. وهي حكاية انك مبتعدش معها بقى لك كتير دي. تكونش ناهد لما حيطلب حاجة. ولا الوقت شايف حاجة. الفكر حيبقى ده دماغي. انها ربي لي كنت محتاج جواز. ولا وجع قلب. انا كنت محتاج واحدة تخدمني بعد السن ده كله. ما ده هو الجوهاز اللي بالشكل ده على اللي عايزين الجواز في السن ده. ترجمة نانسي قنقر 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 أما دول بقى الليولية كده على قد حلها في السوق عندها واد مكسح وبتجري عليه قطفيرك ربنا أقدرك على فعل الخير اه بناخد من اللي معاهم عشان نبدي اللي معهوش اسكت مش قابلت سعيد النهاردة قال ايه كان عايزي تديني جنيه خلت منه لا طبعا رميته في وشه يا ما نفسي يا فاتحي نفسي ومونة عيني أشتري بيت أبويا وابني دور لينا ودور للعيال هيحصل هيحصل ان شاء الله ما تستعجليش هو بيشرب حشيش وابنه بيشرب حشيش هيجب منه لازم يبيع البيت اه بس ده عيني دي وممكن ما يبعلناش هيبيع لما نحط له الفلوس قدام عينيه هيوافق بس انتو تصبري عليش وقاة لما اتزينيك يا ريت يا فاتحي طب ده أنا ساعت هقد بحاج لقصد باب البيت عايزين للم نفسينا محدش واخب بالو موضوع المعاش مدارينا سيبها بقى على الله هو بتاع التدابير كلنا ونعمة بالله اعمل لك شاي بحليب ممعينة بفضل استاذ بطاقة هي هاد بطاعتك يا لأ اه بطاعتك يا لأ ما تخلص يا لأ ايه يا بابا ايه جاتك القرف دي شكل بطاقة دي مش هي دي البطاقة يا بري السورة طبعا شرعة مهرية من عادتك هالرصيف مع الصيع خدوا استاذ بقى معلش مفيش مشكلة انت عايز تكتب البيئة بكامي يا صدر اي مبلغ وانا هدفع حاجة دعالها تورس عن جاز يعني نقول عشرين الف جنيه للبيت وعشر تلاف جنيه للمحل يعانا قول اللي تقوله ماشي طب يا بابا انا همشي انا با ما تقعد يا لأ بتصرب على ايه مش لما تنضي ماشي استنى انا خلاص خلاص امضي هنا لا مش فوق هنا اه اتفضل يا صدر اي خدمة تانية شكرين يا متر نبقى نسجله بقى ونعمله صحة ونفاذ انا تحت امرك في ايه بقى تصدر ربنا نخليك يا متر سلام عليكم الف سلامة سلام حتى وكاتر ماشي انا امشي بردو يا بابا خد يلا خد تعال اه بص يا جمال ده عقد بيع البيت والوالشة على حيات عيني مش هتشوفهم تنغل لما موت تخطهم في عين التخين فاهم؟ فاهم يا بابا فاهم فاهم ياك بنا فاهمي مفيش بعد الشر عليك يا بابا مفيش تشكر يا بابا تشكر خلاص خلاص يلا يا اخويا من ساربعة السيعة بتوع يلا مع السلام سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاتر هيا بابا هاي كريم كيفك؟ انت فين؟ لأ خالص أعلم لك الليلة أبدا أبدا أعمل لك إيه؟ الوصلة بتاعت النت قطعة في الحارة حارة؟ حارة شو؟ حارة إيه؟ بأخذر معاك إيه؟ أعمل لك الشابة كواقعة وأنت مش مصدق المهم أنت وحشتيني بقى أنا بدي أقول لك سوربرايز رح إيجي عمصر بعد يومين يومين؟ ده أحلى خبر سمعته في حياتي طب هتوعدي فين؟ بالقوتل فيك تعملي حجز؟ طبعا حجزلك طبعا تعال انتي بس وما تحمليش هام الله الله سيب الشغني في الشارع؟ طبعا تشغال عن سنة ترتل مهم أغل طب بقولكي حقفت دلوقت عشام عندي حاجات لازم أعملها أوكي باي لا إله إلا الله والعربة مفتوحة على الشابة أصلي كنت أبقى من حمامة تعمل حمام؟ مش عارف تمزق نفسك؟ ما تعمل في أي حتة في الحارة أخي؟ لابا دي ثانية واحدة ثانية واحدة؟ هتكتب برضو ألا؟ مصحاب العربة مفتوحة؟ إيه؟ مالك؟ إيه اللي جرالك؟ اللي مين دور؟ بتفكر في أي تاني؟ مين قالك يا با اللي مفكر فيها؟ ما خلاص خلصتنا؟ ليه؟ ما تيك قالك أخد لك ألمين أحسن؟ أستغفى الله العظيم بحقك على الله يلا، يلا توقي على الله طبعا صفاء النية يا جماعة شيء مهم جداً إنك تخلص النية لوجه الله تعالى والنية محلها إيه؟ محلها القلب؟ مش كده ولا إيه؟ والنية هي القصد بمعنى إنه لو كان القصدة خير فنيتك بإذن الله نية طيبة وسليمة إذا كان أصدق والعياذ بالله شر فنيتك والعياذ بالله شريرة وخبيثة وإحنا بنقول على طول وإنما أعماله بالنياء ولكل مريم مهنة سألني أخ من شوية وقال لي أنا عملت شيء بقصد خير لكن كانت نتيجته شر وضرر لناس كتير قلت له لا استنى قف عندك بقى يعني إيه تعمل خير وبقى نتيجته ضرر وشرر بتحصل آه بتحصل ويقول الحق سبحانه وتعالى يحسبون أنهم يحسنون صلعاً يعني إيه يعني حضرب لكم مثلاً واحد مثلاً بنا بيت عشان يسكن فيه شوية ناس مثلاً أيتام أو مساكين أو غلابة إنما بنا البيت ده أي كلام على أس صغير سليمة هو بناه بني طيبة إنه يسكن فيه الغلابة ها مش ده كان قصده النتيجة إيه إن البيت ده بعد سنة والتين ولا تلاتة ممكن يقع فوق فوق قصهم يقع فوق يقع فوق اليتامة والنسكين الخلابة دول فإن النتيجة إيه ضرر وأزل يبقى الكلام ده مش مظبوط يبقى خير نتيجته شر يسلم فهمك يا شيخ مظبوطة لأنه بنا البيت على أسس غير سليمة أهم حاجة بقى في الموضوع ده يا أخوانا إنك إنت لو كنت عارف إن ده غلط وفعلا بتعمله يعني عارف إن ده نتيجته أزى وضرر وبتعمل والشاعر قال إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فتلك مصيبة أعظم اذكر الله قل لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي يلا واحد الله وراح فاصل كده وأنا قاعد باستنيك باستعلاني بسرعة البطاطين دي لازم نطلع لنا منها بمصلحة مواجه معلم ندفي الناس بالبطاطين وندفحنا بالفلوس آه بس بالراحة يعني من غير ما نتهرش مممم في حد قاعد جواه تلاقيه سعيد وغلبل وشلا بيحششوا الشاريين دماغه الصبح يكسبه وبالليل يضيعينه كسبوه في الحشيش عشان كده يا بلال عايزين نقفش في اللاسمه حامزة ده ما هيطلعنا فوق يا ليه تحفظي؟ أنا نفسي أغمض عين وفتحها أريقيني سبت بيت أبويا وبقى عندي حتة شقة محندقة كده نتلمي فيها أنا ومراتي طب ليه سهلة الدر والباقي علي أنا شيلت الهم بدري بعد ما أبويا تسلك ومات معلش بس أنت قدها لحظي كان مدلة عنها بلال أنا شفت على المرباطة دي عشان كده عايز حاجة سريعة عشان نقب من الفقر هاتيحس أهلا وسهلا يا أختي تفضلي أنا سمعك أنا حلمت حلم غريب شوية حلم غريب؟ خير إن شاء الله أقولي حلمت أن أنا شايف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام خير خير ده خير كتير أوي يا بنتي الشيطان لا يأتي في هيئة الرسول أبدا بس ما كلمنيش ومرضيش يبصلي لا حول ولا قوة إلا بالله وليلا يا بنتي أنت بتصلي؟ لا يعني ساعت مش مدومة شفت ما؟ هاي بالتهاي لا لازم تحفظ على صلاتك وعلى صلاتك بالله سبحانه وتعالى وتدومي على أداء الفروض كلها يرضى عنك الله ورسوله وكده للأسف أحبابي وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم وإلى لقاء آخر بإذن الله أترككم في رعاية الله وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته الله الله يا أستاذ بجد كلمك بيخش القلب على طول ما يخليك يا بنتي بنتك ده إيه؟ أنت عايز تكبر نفسك وخلاص ده أنت حتى شكلك لسه صغير أنا حيت بعرفك بنفسي أنا إيمان المعدة بتاعت البرنامج ونفسي قاعد مع حضرتك ساعة واحدة قبل ما تطلع على الهواء عشان تقرى لأنا كتبه بصراحة كده نفسي تقرى لأنا كتبه خلاص يا إيمان هوعدك إن حاجي بادري عشان أقرأ اللي انت كتبه إن شاء الله أمين يا ترى مين اللي جاينا دلوقت أمي يا بنتي بتاعي أوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا يا جاو يا ابني تفضل تعالى يا حبيبي أقعد ما عليش أنا أسف بيطلوكم من غير معادة روح يا بنتي أعمليكم بلكن شاي لا 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 مفيش داعي أنا عايزكم في كلمتين كده تفضل يا ابني يقول تكلم أنا جاي أطلب إيد تهاني يا الله يا أمي بنتي 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 بنتي